وينضم إلينا من الخرطوم محيد دين جبريل مراسل الغد محيد دين هل تصريحات حمدوك بتسليم البشير تعني تسليمه إلى الجنائية في لهاي يعني لو توضح لنا هذه النقطة تحديدا نعم صباح الخير كاترين هذا الحديث من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في حد ذاته هو تأكيد للمجتمع الدولي بالتزام حكومته بإنجاز العدالة وإنصاف ضحايا الحرب في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبار أن تسليم البشير للجنائية الدولية كان قد تم إقراره كما ذكر حمدوك في المقابلة في اتفاق السلام الشامل في جوبا ما أشار إليه حمدوك من تسليم للبشير للجنائية الدولية هذا يعني ثلاث احتمالات تحدثت عنها الحكومة السودانية وهي مطروحة بالفعل على طاولات التباحث المتواصل بينها ومسؤولي الجنائية الدولية الذين ذاروا الخرطوم خلال الفترة الماضية على مستويات مختلفة هناك ثلاث خيارات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية وهو الخيار الأول أن يكون في لاهاي الخيار الثاني أن تشكل محكمة دولية إقليمية لمحاكمة البشير ومساعده الذين هم على رأس القائمة أيضا إضافة إلى محاكمتهم داخل السودان بواسطة قضاة دوليين أي أن يتم نقل قضاة المحكمة وفريقها بالكامل إما إلى دولة إقليمية أو إلى الخرطوم سبق كاترين وأن حاكم الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المجتمع الدولي إدريس حبري في السنغال وبقي مسجونا فيها في السنغال إلى أن توفي قبل نحو عشرة أيام تقريبا حبري هو الرئيس الشادي السابق إذن مسألة أن تكون هناك محكمة إقليمية ربما يرى كثير من المراقبين هي المثألة الأكثر طرحا وإيرادا باعتبار أن تسليم البشير إلى لاهاي ربما بحسب مراقبين يثير بعض المشكلات في الداخل إضافة إلى محاكمته في الداخل هذا ربما لا يرضي الضحايا وبالتالي تبقى مسألة المحكمة الإقليمية هي واردة وفي كل الأحوال الثلاثة تبقى هي محكمة العدل الدولية بدلا من أن تكون في لاهاي هي في الخرطوم أو في عاصمة إقليمية حديث حمدوك لا يعني بالطبع اقتراب موعد تسليم البشير أو ابتعاده ولكن يعني أن الملف على رأس أولويات الحكومة الانتقالية في السودان يعني لم يحدد تاريخ معين كما أفهم منك نعم نعم لم يحدد تاريخ بعد من الخرطوم كنت معنا محيدين جبريل مراسل الغد شكرا لك